مرحبا بك في هذا اللقاء وشكرا لك على قبول دعوتنا شكرا فوزية الشرفي هو الاسم المختصر والمتداول تقريبا لشخصك وقتش تولدت وفي أي ظروف نجعت وقتش تولدت في 30 ديسمبر 1941 في سفيقس مقت الحرب عاشت في سفيقس حتى الباك في المدرسة في الفترة الابتدائية وين قريت قريت في الكول كشاء مولانفيل في سفيقس أما في المكتب الابتدائي كشام أنا معناه الوحيدة تونسية مثلما كانت لين فرانسيس دي مالتي دي اسبانيول دي غريك معناه الانش بتقول توت لاميديتغاني كانت في القاسم أما في عمرينا اللبنات ما كانوش يقرأوا أنا قريت كي على خاطر بابا كان مقتنع بالطفلة والطفل كيف كيف معناها المساوات هو كان مقتنع بالمساوات ما بين اللبنية والولد كنا كنت نقرأ ما نعمل حد شي في الدار كما أخويا كما أنا واختي أصغر مني بعد قريت كملت الابتدائي غادي وبعد التنوي في الكوليج اللي كان اسمه كوليج جنفي بحت البلدية حتى الباك جوان تسعة وخمسين اخذت البكالوريا وكرر مكبر جيب صحيح أنا اللولة في الجمهورية تونسية وقت هاليوم العلم في الصدقية مش في القصر دونك هذا زادة فكر كيفاش وقهد كيمة الناس معناه مثا مش تقول هكا بعيدة على العباد ولا ومثا مش خطاب كبير زادة كنا كلو كنا شوية نسيت أنا قديش وبابا ومي حاضرين تصويرتي خاشط في الأبخيس معناها كتبت عليك الصحافة وقت كتبت عليك الصحافة صحيح ووقتها بو تفكر كلمني وشجعني قال لي أنتي بنت بنت الحبيب ولا بنت توفيق أنا الحبيب عمي قلت له لي بنت توفيق ما كان كريب معناها حسيت كيمة بابا بعد حصولك على البكالوريا مش تلقى روحك لأول مرة خارج الفضاء هذية مش تلقى روحك في تجربة دراسية في الخارج في فرنسا تحديدا كيفاش عشت لانتقال هذية في حياتك بان كريب في صوربون ومان كنت شوحدي على خط الوقت وقت مشي تل بيليز خالي فاخردين بن حميدة كان بيحث في معاد باستر يلي تلقى روحك يلي تلقى روحك يلي تلقى روحك في البيولوجي و هو اللي كان اللي هيبية معنا سيتي من تيتر أنا جتي مينور وقتها ما وخو يزيدا كان يقرا في بيريس يحطر يحطر بليتكنيك دوك ما كنت شوحتي أما القيد سوحو بيت علش القيد سوحو بيت على خطر في كلية العولوم في بيريس وقتها وقتها ما تمش لتوينس معنا القيد روحي واحتي في الانفي يدك عشتو ستي ديفسيل سايبة و كانت زيدا الظروف صعبة كانت سايبة على خطر يحطر 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 سخون شوية سخون شوية و عاملول في بيريس بس ما ما جبنيش معناها على خطر كنت صغيرة برشا ما عنديش ثمانتاشين سنة و وقت وصلت لبيريس وبعد بشوي بشوية استعرفت بتوين ساها دي و ساحبتي اللي دي ما نشوفها ليلى سايب أكبر مني على خطر هي كانت في بيريس بش تعمل ستاج و عونتني برشا بش ها كان بقول الحيشة مغير بابا وامي كانت سايبة ستيسة لديفكولتيك كنت باهدة كمم قبل ما كانش تمالي تليفون اللي عام الفاني بدت نعرفها كشوية توينسا و شوية لجيت نمشي للايمناء للرسطوران عدا 115 بولوار سا ميشيل و نمشي القاهوة في سفيق سواكوانش نمشي القاهوة دونك في بيريس القاهوة و نيكاش و نشوف العباد دونك عرفت دكتور موصف جارجوري و زوجته و جينات هما متسايدسين كانوا في الجروب تروتسكيست اللقاء هذا مع مجموعة موصف جارجوري اللي هو تروتسكي و المجموعة دي كانت تروتسكية شنو عبده يغير فيك؟ غير شنو اللي تغير معناها حسيت اللي أنا عشت في نشو بتقول في مجتمع اللي مغلق 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 و وترسكي معناها حتى دي كان بابا يحكي لي كيفش كان هو أزغيل وكيفش جدي مهما سي ديفسيل لي كوندشيون الماتيريال و كل شي أما واقت معناها أعجبني كيف نحكيه ونحكيه على تونس وكل شيء وقتها حسيت رحي بديت نفهم شنير بلادي فقط باللي سي فريتا وأنا وحدي الوحيدة تونسية مثلما في قسمي بعد حتى وقت عديت اللي زوغو دوباك في تونس كيف كيف معنى شكون كان يقراو شكون دونك حسيت وقتين احنا في بيريس لبنة كنا خمستاش نقراو في بيريس مش برشا دونك بديت نحس اللي لازم الواحد ممكن في هام واحد وستين حسيت روحي اللي انا معنى حسيت شنو النظار شنو الواحد وغتي يحس روحو مسؤول على زيدا مستقبل بلاده وبعد شفت شنو اللي جيت دونك بديت في عام وحذرت وقتها بو بديت نفهم شنو المشاكل في اللي جيت دونك حسيت را مشيرها والاخرين على خطر اقبل في عام واحد وستين نبيت اقول ستين، واحد وستين، خين وستين، شكون أبرز الأسماء من الطلبة اليسارية اللي كانوا برزين في المشاهدة اللي عرفتهم على الأقل اللي عرفتهم برشة بوم مل وقتها حمادي كامون جي من اللي معروف دكتور حمادي كامون هي شامسكيك زيدة عرفتو ثم أشكون أعرفتو أول نش متقول أول تونسي متسيس أو معروف اللي أعرفتو قبل ما نعرف محمد شرفي و أحمد سميوي على خطر كان موجود في برز هو خميش أميري على خطر خميش أميري كان يقرأ في السيانس اللي كانوا بريباء السيانس دونك هو وصل برزي ذولي فرض عام كما إنا في عام تسعة وخمسين وما نعرفو هكا معنها كان هو ديما دجا كان ناش ورشة و يعرفي تكلم و دونك نتفكرو بالقدام وعرفت زيدة ناس زيدة كيف عرفت عالي عتية كان في اللي اللي كول نغمال با نغماليان مي كان في اللي كول نغمال دونك كان معروف هو و تخي بريان عرفت سليح العمامي زيدة اللي يرحمه ديسمبر واحد وستين جان في آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ مش يشكل منعطفح يدك الشخصية وحتى السياسية من خلال بداية اللقاء والتعارف مع شاب تونسي مناظر جاي من تونس اللي واصل دراسته في باريز اللي هو محمد شرف دونك جاي هو من تونس ومعروف على خطر وقتها في اللي جات قبل ما يجي دونك جاي في اكتوبر واحد وستين وهو كان في المؤتمر لجات جوليا واحد وستين وتكلم معناها وهو مكنش معروف عند الطلبة واكي وتكلم والناس فاقوا باللي عندهم واحد مناظر معناها يعرف يتكلم ويعرف كني بو تعرف الكن يعرف يتكلم بالقداء دونك وقت وصل للباريز ناس قلوا اشكون هدا وسي جاسي محمد شرفي وين عرفتو دونك معال جماعة اللي هما تلهيو بي ملول في قوبي هما جماعة تروتسكيست حمدي كامون ومونسو قرقوري دونك وين امعاهم دونك عرفتو عرفتو في المقهى في المجموعة عليك التجتمع ولا ولا في القهوة سيغتو اللي كان كان تمتعنا القهوة نحكيو فيها كل يوم نسربو القهوة ونحكيو برشا نحكيو نحكيو ووقتو نقول نحكيو نون نقاش معناها مش مش حكايات نقاش اللي ما عاش موجود تاو كي ما كان قبال دونك عرفتو سيئة من نجم تقول من 62 حتى اللي مشي علينا ولا عجنا مع بعضنا برشة حاجات من ناحية السياسية شنو أضاف لك في الفترة هذيك تعرف على محمد شرفي زاد اهتمامك بالسياسة أكثر لأنه كان نسيس أكثر منك هو زاد على خطر أنا شنو اللي نجم تقول هو كان كان مناظل من اللي هو صغير هو بدايته كان دستوري كان دستوري متع برقبة في الليسي وبعد وقت مشى الكلية لا ولا خدا من حيثي معارض من الاستقلات نشن تقول وفيسها معناها فاق بحاجات ومساش نقولها كان فكي برشة فيسها يفهم تحكيلوا على أي حاجة وفيسها أفهم الوضع في بيريز تخل في الليجات وكان في الليجات دجا قبل كان سما لكات كوربو نسميه كوربو ما نعرفش كوربوراسيون كوربو الحقوق والطب والعلم الإنسانية والعلم الإنسانية والعلم 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 العلم عند تسيترا فاهم الكوهر من المدينة في المدينة لقد كان المساولة في كل المهمة التي كانت أكثر من الأجوال في كلها وهذا كان مكان الأمر في كلها من الواقع وهذا كانت هذا الصباح في المنزل في 1962 وهذا كان جدًا جدًا. لذلك كان هناك جدًا في المنزارة كان هناك في المنزارة كان هناك في المنزارة وشتما كان هناك أخبرت روشكي وشتما كان الناس والعجيز يجعلون الناس العربي كانت أخبرتهم كان هناك أخبرتهم مثلاً في الأجت ولا أحدهم كانت تهجرون أن يتم تجعل كل شيء كانت مستقام الشوائي هجمسكي أو خبرتهم بيزيدا. أرجعنا البريز ووقتها محمد الشرفي ما خليش مسؤولية في الوجهت. وبداي نظالي تسايس اكثر. على خاطر سا. ستة أصدقاء في المنزل المستجد والشرفي في عددقاء. ويجب أن أتحرك في المنزل المنزل المصدر في المنزل المصدر وعنى السفر إلى المنزل المعنزل 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 المصدر والعضل. كبيرًا فهو بالطبع كبيرًا كبيرًا وصروا الوقت الانتخابات و الانتخابات لنا معنى احنا ربحناهم موش تساترا ووقتها فيقوا تساترا لي موزين القوات التقلب اخذوا الانذي كالسندوق الانتخابات وروحوا به التونس وروحوا به التونس ووقتها ونتاج تم اعلانها في تونس اي بيسر من القبار الحزب اي ايه وقتها صار ما صار و بعد هذا الانتخابات اتتت دونس ولمانا وقت الانظام بورقبي ما انا جمش يقبل لدي تاما ديسيكسيون هكا خرجين اتترا او كوشي دانما تاما تقريب عشرة خرجوهم اللجيت محمد شرفي اتتا محمد شرفي محمد محفوظ محمد شرفي محمد شرفي محمد شرفي محمد شرفي من تونس كانت مرتبطة بالنشاط السياسي من خلال السعي لتوطيل افاق في تونس ولا مرتبطة بأسباب شخصية ايضا افاق بجام عرصة وقتها وحبلة بسامية كنا نجمو نقندو كنا نلبس علينا في باريس رواحنا بش نرطمو للبلاد وبش نكملو النذال السياسي بش نكونو دي ستركتور في تونس وبداية الخدمة بالمجد معناها برسبكتيف كان معروف اواخر 63 و بداية 64 قبل ما ترجعوا لتونس فاش تمثل فترة هذيكة في باريس ضمن برسبكتيف اصدار الجريدة فقط تمنوا وكان هناك انشطات لا جريدة والاجتماعات بانسر والسلول وكان يخرج من باريس يشوف المناظرين في فرنسا مدون الاخرى مدون الاخرى معناها لا لا كان نشاط عام كامل بش اجتماعات يعني توسعت برسبكتيف سيئة معناها وقت رواحنا سيئة برسبكتيف كانت معناها سيئة مدون الاخرى مدون الاخرى حركة معاربة حركة مدون الاخرى مدون الاخرى معناها موجودة مجرام هدو ما الكل أبرز القيادة نعم محمد الشرفي كان ديما دانس لنية إكيليبري معناها كان شيوعي لا يأمر بالفكرة الشيوعية لا يأمر بالعادلة اجتماعية يعني كان ياساري بالمعنى الواسع كان ياساري كان كيف تقول الونيفرساليست كان ذاك سيئة سيئة كنت كيف تقريبا يعني أنا كنت كيف بو ببنسر كنت كيف أنا قلقوني برشا في الخدمرة على خطرة في العلوم مثلا ما كانت سيترة براتيكم ها عرّستو في مرسة 64 رواحة 31 أكتوبر 64 انتي مش تدخل تقري في الجامعة مش تدخل تقري في الجامعة هو هو في في كليت الهولوم المقبل كان لانستيطة أحيانة بلوار 9 عام كانت تقري في الكمبيوتر أنا كنتك أجرم عندما كانت جامعة و نعم نفسي كنت أسخر من برشة طلبية لقد كنت إنتبه في المحام التصوير، فقط نحن عدد في محافظة المحافظة. حينما كان الوغنية. كانت الحياة في الإساعدات محافظة. كانت مرة أخرى من المحافظة. بوكو دو تراويل أيته كلادستن. دوني 64 ، 65 حمسة عو سيبتين ... سيت عو سيبتين أبديد شوائي الوطا وضع إ Socker سابع عو سيبتين يستمومة في نفسي البيئة وو جميعوخريين ووو السيوعيين كوة شيئة دعام لأومييتنام دودة الأمريكيا وووو فقط أعطي نعم سليمان بن مصفا بل عجوزة محمد شرفي أعطيك فقط أعطيك أعطيك ثم يوجد يقرر وذلك منفقدت لتعادلها هم أيضاً يوجد شاديات أصدقائي وقد أصلت بجانبات ويحن نتابع إلى سيسم نعمل زادة على العملية وتراثقار لكي تراثق الماضي يجب أن نتابع ولم نتابع لكي شهر من أعرف فقبال تاو سي فاسيل تشري كرتوشة ما قبال سيتيت لغو نيو و الالكول و الاحبار جيس بيش لوحدي يعرف كيفيش كينا قبال الاحبار ما كنش نجم ونشري و الاحبار على خاتر اللي يمشي شري الاحبار هيدا مشي سعب لو لويش ماو مشي خرج حاجة اللي ممنوع مل Entwicklung كل وحدنا سياهول انت نحصلون على خيار قبل الاحبار بالأشخد كل الاحبار هكبرت الحركة zd未 قبرت في مختلف الشيعة و trag مال في الشيعة في الواسطة الطلبي فقط ولاrun حتى لموات حتى الاخرсем الأ improves ليس لذلك. لذلك في الجامعة في 2008 محمد شرفي لمشي قدم استقالتو من پرسبكتف. كيف تجعله يأخذ القرار هذي؟ وقتها ندين من خدر مشي لسين وقتها ندين من خدر مشي لذلك. لذلك كانت اوغانتشون موهيست ومفقش بها محمد شرفي على خطر هو اللي هي في التزم ديو. بشه في أكتوبر سبع وستين بشي قدم النسخة للمدير الدكتورة وقت في بيريس حتى ديسم، قدم التزم ديو 18 ديسم، سبع وستين. وقت روح بعد، اخر ديسم، شف اللي پرسبكتف تبدل والا حزب براتيكم موهيست وقتها قديم. وقتها أخرج من نورجين، وقام نورجين بانخدر، وقتها ليساعت قد اكون بموهي موهيست ونحن ندخل في السيستام الماويس ما صار شيء قدم استقالته محمد شرفي وقت توقفته وقت توقفته في 23 مارس مني وستي جيهو سابعة عسباح مداوب محمد شرفي وبعد بعد ساعتين رجعو للدار باش يشوفوا ما عنا في الدار مجالات وكل شيء واحنا وقتها فرغنا الدار اعرفت اروحنا احنا وقت شدينا في مارس 68 ثلاثة شهر والبوليسية قدم الدار سباح وليل زوز الكريح بدايب عرفت روحكم محل متابعة أمنية مرقبة أمنية مرقبة أمنية نعم 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 أحمد سميوي ممكن 21 مارس نهارين قبل ووقتها قال محمد قال اسمه ما تخرج على خطر البوليس مغاليل مشي إذا كان تخرج بالدار مشي شدوك دونك غدا في الدار مخرج مو ونهار اللي تكلم هاك أحمد سميوي هو أحبط نبيروه هو هو تشد هو زيدا هو ما كنش في بيلو اللي هو زيدا لا بلس دونك نرجع لدار 23 مارس جوا لدار هزو محمد بعد ساعتين جاءوا ما لقوا شيء وبعد ساعة ممكن جاءوا جمع أخرين جاءوا هذوك من الكلية؟ لا لا مدار كانت العطلة وقتها جسما هم مبلعني استنيوا العطلة حتى حد ما يتحرك وأنتم تخلصتوا من المناشير والوثائق بيانسور أعطيناهم الناس واحد أستاذ أجنبي كونالوا براسك خبيتوهم عندوا لا لا ما خبينهم تخلصتوا منهم طلبتوا أطلافهم عرفتوا أنه مش وقفكم معروف كيف تجبد اسمكم في القرية؟ هو كان معروف دوت فاسون هما في مارس ثمانة وستين شدوا جمعة برسبيكتيف وجمعة حزب الشيوعي وجمعة بحثيين اللي نعرفوهم الكل تشدوا دوت فاسون احنا أنا دونك هزوني مش في الحبس أما في الداخلية في ريقاف؟ لا قد أحدشن يوم في الداخلية في الداخلية في ريقاف؟ ما حاولوكش للسج؟ لا ما حاولونيش البيت اللي أنا فيها كان فيها إنكوخ ونسمع من السباح لللي لطول نتفكرها الناس تسيح تحت التعبيب؟ تحت التعبيب لطول نقوم بالفعل من ساعة لطول نقول هدا شكون زعمة؟ هدا شكون؟ ممكن مرة قلت ممكن هدا حافظتهم و لحمد بن عثمان منذ انكوخ ما حكيش على حمد بن عثمان وكان كريب ياسر لنا دونك اللي قفت إذو ما سايته سايته له شوك معنى إخنا ما تمش كون ما توقفش كم تعذيبك في الأيامات هاليومة؟ أنا خليوني خمسة أيام دابو أحدشن يوم بليش ما بليش ما نفكر يعطيوني بورجينة نغسل إيدي بالبورجينة وعندي فولارة كل مرة ناخو شوية منها بش نمصح إيدي بو حد شاي وما حبو دونك خمسة أيام ما خليونيش نرقد وباد هزوني الوين كنت نختم كنت في الكوميسارياء الإنرجياتوميك بيش ن نتبع نص بيش يعرفوا اللي أنا ولا لي تبعت اللي تراكت اللي خرجوا وقتها في جنوبي وفيفري ومارس تماني وستي يخيط لا موش طالات بو ستي با موة تتفاصو أنا كنت نخدم في السيواء ما كانش جيل بلي حات إذا كان عيني بش بش نتبع تقاكت في خدمتي معناها وبعد حتى شينيوم سايبوني وسايبوا وحمد سميوي سايبوا برشة ناس وخليوا بعد خليوا محمد شرفي نوردين بيتخطر جيل بغنقاش أما سايبوا برشة ناس معناها محمد شرفي قداش تحكم في القضية تحكم عامين على خطر هو كان ما كانش في البرسبكتير حمد سميوي عام اخماش يميري عام ولا عامين سيت ومعوش بعد حزب الشيوهي ست ثمي تحكم ست شهر كتاش تمت لك صراحة محمد شرفي هو طلب العفو رئيسي على خطر تعب ياسر في الحبس سايتيت بريمون تخي ديفسيل هو تعب ياسر وانا البرزادة تعبوني برشة على خطر كيف اللي احنا وانتي كنت أم وقتها عندك بناية سامي عمرها ثلاث سنين وانا سامي عمري ما قلت لها هي صغيرة ما قلت ليش اللي بوها في الحبس دون قلت لها باب مبوك في الخارج بو يخدم وكل شي ست تخي ديفسيل هو بابا ومي في سفاق دار اشعر في في سفاق زادة دونك بو هناك في تونس بو شكون في تونس خويا ووقتي نشوفهم ساعة ساعة أما حاب نقول فترة هذي كعديت عام دونك منعوني بش نختم عام كامل ومنشوف حد حتى الظلمالي يواخت يشوفوني في الشراع ما يسلموش عليها يبدلو يبدو عام واحد دي وليت محل شبه واحد دي وليت محل شبه ومفارسة لانه يقول بشكل شيء يشوفوني في السفاق ومنشورة عندما كان أحمد بن سالح كان مناسبة في المصدر وفي ذلك كيف دو كابيني متاعو هو اللي كان يقبلني كل شهر بنبشيلو بش نقلو على خطرينة ما حابيش نخدم في الحاجة اخرى معناها حابيت نرجع للبقوض حابيت نرجع نقري دونك شديد صحيح في مارس 1969 اقبلني حمد بن صالح بشي رجعني في التعليم في الكلية نتفكر اول حاجة اللي قال هيلي قال لي انتوما دار الرقيق هانكم حاجة سبيسيال عليش ما تكلموش بالعربي بو بدا هكا بمميت خاليز ماانيه بو وبعد قال لي اه كيفيش هكا توا هكا جمعت بخصبكتيف ذو دينا هكا توا هنه أله شخصي الك المغرم هكا توا فمانيه هو... نعم تجربطاد ه هه بيا سور بفكيش ما زه لو احتها سپره منسرة دونك قد ساعة مراح فريمان نحكي وقالي باهم بدنا نحكي وكيفاش وكيفاش وبرسبكتيف وحاصلوا بعد ساعة قالي باهم سيبو مش ترجع على الوزارة وامشي تشوف علي الحيلي وقتها كان عامية كلية العلوم لأ علي الحيلي كان مدير عام في الوزارة تعليم ما كانش ساما وقتها وزارة تعليم العالي كانت وزارة تربية سمعني دونك كان مدير عام للتعليم العالي والبحث العلمي مشي لأ علي الحيلي قال يسمع شو جهي تنومي assistante مي مي مرس 69 موش تاو تاو أرجع عقد في اليدارة وبعد في سبتمبر ما نقولو حتى حد ترجع تقري وقتها أما خدمتنا دونك في الوزارة وعلیش نحب نقول الحاجة هذه ألخاتر قال لي وقتها مش تعمل نهابور حد من المحن من الربح تعليم المؤسكين كمتابات، المتركة، 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 المتركة. لكنني أفكرت شكراً لكم على وقت التعامل نتحدث للمساطين. لقد عملنا الستبت في المنزل في عام 2007. الاكتراودينا. رأيها في الستي بي لدينا الدكومنتيش من كاملا. ولي التى تلمون اكتراودينا اللي قلت انا فسقامينا نكمل في الفيزياء. طاو نعمل دكومنتيش كيما هي. اه سا تريب كيما تقول هكا تشوف تشوف الضوء. كنت مجرد. محمسر في وقت ما رجع للجمع؟ رجع في سبتمبر 1969. مش تقول لي وين السياسة وقتها. شو وقتها نحب نقول احنا السياسة كل يوم نعمل فيها. كل يوم. ما دام انتي مش دستوري. وانتي خرجيني دام كل يوم. كان عندو ايضا نور في نقابة تعليم العالي. وبعد نقابة. خدم برشا على خطر ما كانش ثم نقابة تعليم العالي. وقتها خدم. وبدت نقابة تعليم العالي. وبعد نقابة السيد تعليم العالي. دونك مشيرها طيبا كوش والاخر محمد زوغي. وبعد. وبعد في الثمانينات الرابطة. دونك. كان من مؤسس رابطة. لا. ولا التحقق؟ كان من اللور. ما كانش من مؤسسين. انتي مش تبقل حتى الخمسة وسبعين بيش ترجع تقرأ؟ انا مش تنقض حتى الخمسة وسبعين. كملت. بو وقت بعد فاطمة. تولدت في عام ثلاثة وسبعين. وبعد ليلة اربعة وسبعين. وبعد قلت بو مش نرجع نقرأ. تعيش بالانتكلمين، وبعد قلت ديز تيريز في عام ثمانيّا وسبعين. وبعد دكتورة ديتار في عام ثمانيين. علش بعد التاجربة متاع البوحاكمة في 68 تقريبا قطعتو على امتدات سنوات مع كل ما هو انتظام سياسي وحزبي؟ شو احنا قادنا في كيفش يقولو دان المليو مات الحزب الشيوعي كنا نشوفوهم جورج عدا حكيت على غلاديس سيرج بعض اصغر منه سيرج عدا بانسور و هشمسكي كحكيت عليه عبدالحميد بن مصفى كان محمد شرفي كان يحبو برشا كانو يلعبو بشترنج في الحبس عملو انجو شترنج على خاطر كانو فرد سلول بالخبز بنسبة لكم الفترة هذي كتجربة اصبحت جوزة من الماضي جاوزتوها يعني بنوع من المرارة بنوع من الجراح؟ لا مرارة لا نقولش مرارة جراح جراح على خطر بون ناس تقول كنو قرب لنا وبعدنا بيانسور ما ممكن وقت هكا تصير تجربة و تحس اللي صعيب يسر بش الواحد معناها يشد صحيح في حزب بيش نقضو في معناها سيرة اللي انتي تي كنونكو دستة و تجربة رابط حقوق الانسان و خاصة رئيسة الرابطة شو تمثل في تاريخ محمد شرفي؟ خدم برشة فيها و بالأخص ووقت صاروا بداوا المشاكل في الثمانينات دونك ثنين و ثمانين ثلاثة و ثمانين حاسوا اللي ثما الناس يحبوا يتخلوا في الرابطة و هما يحبوا يستعملوا الرابطة بالأخص الاسلاميين على خطرة بيانسور هما بدت نظام شجحهم في السبعينات خليهم كمام بو هنا عشت الفترة إذيكة في الكلية كيفي شاحنا على شيره هما ميسيج وبعد في الثمانينات دونك حبوا هما يدخلوا للرابطة و بداوا بشوة بشوة دونك وبداوا يدخلوا بداوا الناس يدخلوا كما هما سيته ان اسبري كونترير على الليك و وقتها صار ما صار على سيرج عدا كيفيش كيفيش سيرج عدا يهودي دونك كونو لجنة لجنة الميثيق فيها خديجة شريف و فيها هشام غريبة و فيها بو سيرج بيانسور اوسي فيها فراش فنيش هالة عبدالجويد هالة عبدالجويد هالة عبدالجويد هاي ما اختيجة زيدا والميثيق هيدا حاجة هاي ما قاليش على خطر وقتها ستيه فريمون عنها لدبا سور لدروات الليبيرتي بداوا وقتها المساوات زيدا ما بين راجل والمرا دونك ستيه اونة دي كيشيون كي ايتيه و وقت ميشي سوتو عالميثيق هيدا وقتها على سوت واحد تعد وقتها توفير بدربالة في المدية قالوا هاي ما ميشي سوتو عالميثيق هيدا هاي خيرق هاي 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 ميشي سوتو عالميثيق هاي 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 خيرق يقول هاي وزير للتربية في حكومة رئيس زين العبد الدين بن علي وأنا ذاك كانت حكومة لهادي البكوش أنا ذاك مزيد رئيس للحكومة كيفاش كانت التجربة الخمس سنوات اللي قضاها على رأس وزير التربية يا ساري في حكومة لحزب مهيمن على الساحة اللي هو حزب التجمع وبقيادة الرئيس بن علي نجم تقول أنا نقول على خطر عجت معاه ختمت برشا معاه في الوقت هو كان نزيل عونت وكما نجمت نجم تقولني ذا لخمس سنين ونفس يخدم من السباح للليل يخدم من السباح للليل هل كان من اليسير وأنه يكون وزير في حكومة التجمع في حكومة اللظام وما يرتاحش برشا ليه ساري على رأس وزارة كي من هك شو احنا في حياتنا اللي مواختوم ووزير نشوفوا اليساريين والكل يجيونا للدار ويعرفوا يجيو محذينا ونحكي وفي بالهم بكل شيء فترة سيبة لخطر جميع الحزب ضدوا وقتها وهو وزير أما هو خدم كما حبه لكن القابشة معارضة بما فيها معارضة يسارية من اللول أنا نحكي أو هم تسع وثمنين تسين من اللول ومن يوجد سرعة ومن ثم يوجد بمنها الآن أيضا ومن سرعة يتحرق و من الاسلح تالي بعد وقت سرعة بمنها سرعة بمن hine انا صعبت عليها برشا انا خرجت وقت جيوا البوليسية في الفق دي السيانس و برشا كتبوها دايق في فيسبوك خرجت انا طلبة انا مرت وزيل و خرجت طلبة من الكمبيوس بيش بناعتهم وقت نقول لك اني ذال انا مش بيش تحكي لك قديش عملت كمناظلة فهمت مي سيفغيل فترة هذية صعبت عليها برشا على خطر كل مرة يقول بو انا سايي ساتفي مش نستقيل تفكر فالاستقالة اكثر من مرة اه برشا مرات بعد ما خرج من الوزارة شتي الاستنتاجات اللي خرج بيها ولي بقا يحكي لكي قالو هو وقت خرج تجربته هذيك شو تعلم منها هو وقت خرج من الوزارة هو وقت خرج المجمع اللي كانوا يخطموا معاه توا حمد ابو جبالة ومحمد عيدي بو نسميهم من دوم الزوز على خطر كانوا قراب لنا برشا في بيلهم بو مي سايي شاعي نكملوا هكا عليش قد هو معناه كل مرة يقولوا بو هاي نزيدوا نقدموا باش هكا وماذا بيه الناس تسمع الختاب اللي عملوا في المجلس مجلس نواب نواب وقتها وقت قدم اسليح التعليم هو ما قادش برشا قاد خمسة سنين وفي سا بن عليها بفسخ اسم محمد الشرفي ديجا وقت خذال جايزة كومينيوس في عام ستة وتسعين صار ما صار زادا كيفاش كيفاش انتي مش تاخو جايزة على اسليح التعليم ومش تمشي تاخذها في جناف وقتها الونسكو لازم الاسليح هذا يخو لازم زين لعبيدين بالعلي مش انتي تاخو الجايزة دنك وقتها فترة سايبة زادا ها ديناها وقتها و البوليسية ورانا حسيلوا وقتها محمد قالهم قال جماعة الونسكو قالهم به من الجاي وقتها بن علي فهم اللي تتفاصن أما خير لو كيف يمشي هو لجنف ويخو جايزة خير من اللي هو بالصيف يخلي اسمو في تاريخ من عام ستاو تسعين و بن علي وقتها تبادلت لومول دون كالفين واحد وقتها بن علي حبي بدل الدستور وقتها عملوا لناس لما نفست ده ميل أينشام غريبا وحمد الدستور ومحمد وقتها سيئ معناها الرسمي نرجع للمعارضة محمد شرفي ايه في الرجاع دون الاكسيون معناها البيان باش يقولوا كيفاش كيفاش عليش باش نبدلوا الدستور على خاطر وقتها بن علي حبي ترشح يكمل يترشح كما العكاية كنا مالغزما بولقي بزيدا قال رئيس مد الحياة مد الحياة مد الحياة و بن علي قال يبدل الدستور باش ينا جميع يترشح وقتها المانيفست نص طويل تكتب في داري هذا اللي تكتب في داري سيتي كمم على خطر برشة الناس وخرج في الجرايد وفي الخارج وكل شيء يعني انتي محمد شرفي كنتوا من الداعمين لمحمد علي الحلواني في المبادرة الديمقراطية و انا خرجني 2002 من الجيم عمري ستين سنة او الا ستين سنة كريب واحد وستين سنة رفضوا التمديد ليك؟ رفضوا باش نكمل وكان كنت كان عندي بحثين ديتايز نكور وكل شيء تجربتك بعد الثورة في وزارة تعليم العالية علش ما استمرتش برش كيفش في أي ظروف صارت التجربة؟ أنا من الأول قلت لازم كل نهار بحسابه كيفش تعيينت كتب الدولة؟ تعيينت 16 جنوبي 2011 في حكومة محمد الغنوش في حكومة محمد الغنوش وقدش وصلت إلى حدود؟ إلى أغارة مارس واثنين مارس وقت تسمى بجي قايت سبسي علش؟ أنا استقلت قلت ما نجمش نكون وزيرة في حكم بجي قايت سبسي اللي هو كان وزيرة الداخلية في عام 68 أصعب فترة اللي عجناها احنا كيساريين لكل البرسبكتيف و حزب الشيوع وكل شيء دوقت ما سمعت الأخبار شكونا تصل بك وأعرض عليك الالتحاق بالحكومة أنا ذاك أعفف شالبي في 6 جنوبي كنت أنت وحمد إبراهيم أنا وحمد إبراهيم خدمنا خدمنا مليح برشا حاجات وكان ما قرارات تاريخية من بين ألغاء الأمن الجامعي بيانسور وأنا خدمت جماعة في الوزارة خدمت باش المديرين نبدلوا القانون نبدلوا كل شيء بالانتخاب كل شيء بالانتخاب كسرت القعدة وانخرطت في العمل الحزبي أي على خطر عملنا البول وقتها القطب الديمقراطي الحديثة القطب مع جماعة تجديد شكويني كانوا أبرز الأسماء وقتها المؤسسين في القطب؟ بو أنا أنا وقتها كلمني رياد بن فاذل هو اللي جيت الفكرة معنى عنده سامي بن سيسي وصعدون زباني وبدينا وقتها محمود بن رمضان معنا وقتها حمد إبراهيم بالتجديد حتى مجرح بي ذولي كان معاكمو؟ كان معنا كلين يزيدها معنا وبعد مشيت الحزب الجمهوري مدة صغيرة معايا وقتها سعيد العيد يزيدها مشمعت البي دي بي فترة صغيرة بعد خرجت على خطر أنا منيت هكا نعملو حزب كبير ياسيري وما وصلنيش أما مثالش كل تجربة بيهية في المشهد السياسي الحالي فما ياسيريين من تينة محمد شرفي؟ أسرما يعني موجود بيانسور وأنتي مش ياسيري فما أما ما نحبوش نشوفوهم أنا نمن بحاجة اللي تاوحنا وقت بدينا أنا وقت بديت نخدم ما عنديش عمري 22 سنة ونفس نمن باللي إنسان صغير إنش يعمل برشة حاجات نمن بحاجة اللي تونس بشباب متاحة أما شباب دان لبون سنس شباب اللي عندو مقتراح اللي عندو زدا موش اللي قلو كاتيني إيجاب أحنا تخدمنا نجي منخله كيفشخدمت الموندا أشانجي اكون موجودون تشهون فيتونس فريدة فوزية الرقيق شرفي شكرا لك على هذا اللقاء شكرا لك على هذه الشهادة القيامة لأكيد مش تكون مدى ثمينة خاصة للبحثين والأجير القادم عايشك برك الله فيك